تزف إليك اليوم قواتك المسلحة بشرى تحرير مدينة بنغازي من الإرهاب تحريرا كاملا غير منقوص بهذه الكلمات التي أدخلت البهجة والسرور والفرح إلى قلوب الليبيين أعلن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر في الخامس من يوليو عام 2017 تحرير مدينة بنغازي بأكملها من كل الجماعات الإرهابية المتطرفة مذنيا على مجهودات كل جنود القوات المسلحة والقوة المساندة لها وأكد القائد العام في كلمته إلى الشعب الليبي بمناسبة تحرير بنغازي أن المدينة ستدخل ابتداء من ذاك اليوم عهدا جديدا من الأمن والسلام والتصالح والوئام والبناء والعمار والعودة إلى الديارة بعد أن كسر قيود القهر والذل وحواجز الخوف والرعب التي سعى الإرهاب إلى بنائها في نفوس الليبيين لتحل محلها مشاعر الطمأنينة والسرور والأمل والثقة بالنفس ورسم الطريق نحو المستقبل وفي الذكرى الثالثة لتحرير بنغازي يلتمس المواطن ما تعاهد به القائد العام في ذلك الخطاب لتستعيد المدينة بالفعل أمنها واستقرارها الذي فقدته بسبب الجماعات الإرهابية والمتطرفين وأفعالهم الإجرامية التي طالت المدنيين والعسكريين والنشطاء الحقوقيين والسياسيين والإعلاميين فبعد ثلاث سنوات من التضحيات والصبر نجحت مدينة بنغازي بفضل عزيمة وإصرار وشجاعة شبابها ورجالها من القضاء على الإرهاب ودحره في كافة أنحاء المدينة التي منحها الليبيون لقب العصية كونها كانت عصية عن الإرهابيين والمتشددين الذين حاولوا السيطرة عليها وضمهم تحت راية التكفير تحرير كامل مدينة بنغازي من التنظيمات الإرهابية وكسر شوكتهم الذي شاهد عليه العالم أجمع وأشادت به كافة الدول والجهات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية جاء بعد ثلاث سنوات من انطلاق ثورة الكرامة في منتصف شهر مايو من العام 2014 وعقب إعلان القائد العام انتصار الجيش الوطني وتحرير المدينة من التنظيمات الإرهابية المتطرفة شهدت مختلف أحياء وشوارع بنغازي تظاهرات فرح عفوية شارك فيها الأهالي من الرجال والنساء والأطفال ابتهاجا بإعلان تحرير مدينتهم وانتصارهم على الإرهاب وطرده لقناة ريبيا الحدث أبو بكر يحيى